بالأرقام 115 إنجازا حصاد وزارة الأوقاف لعام 2020 إنجازات بينها 100 حكاية وحكاية نقص عليك أبرزها في مجال عمارة المساجد شهد عام 2020 إحلال وتجديد وصيانة وترميم 1023 مسجدا وفرش أكثر من 1200 مسجدا وافتتاح ما يزيد على 670 مسجدا في الأربعة أشهر الأخيرة رغم جائحة كورونا هذه المساجد كلها تحت إشعار في وزارة الأوقاف سواء ما بنية منها بمعارفة وزارة الأوقاف أو ما تم بالجودة الذاتية مما يؤكد تدين وأصالة معدن هذا الشعب العظيم هذا أبلغ رد على المتاجرين بالدين كل هذا كان وفق خطة وضعت سلفا في ضوء اهتمام الأوقاف في عمارة بيوت الله وتهيئتها للمصلين مبنا ومعنى واستمرارا لدعم الحافظين لكتاب الله على مستوى دول العالم حرصت الأوقاف على إقامة المصابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ وتفسير وفهم مقاصد القرآن الكريم بمشاركة 84 متصابقا وتم تكريم الفائزين الأوائل بجوائز مالية بلغت مليون ومئتين وستين ألف جنيه وإيمانا بأهمية دور المرأة في العمل الدعوي وإعمالا لتجديد الخطاب الديني الأوقاف تصرح بالعمل لعدد من الوعظات الجديدات المتطوعات من منطلق أن النساء شقائق الرجال وفي مجال البر أكثر من 370 مليون جنيه أنفقتهم الأوقاف في مجال البر وخدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية كدعم التعليم وبناء المدارس دولة كلها متفقة على دعم التعليم وأنه ده هو السبيل عشكرا الرئيس حد بناء الإنسان المصري كأولوية ويأتي كذلك توزيع 1200 طن من لحوم أضاح الأوقاف ضمن مشروع السقوك على مليون ومائتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف عموم القطر المصري بتكلفة تقدر بنحو 115 مليون جنيه بزيادة عن العام ما قبله كما تأتي إسهامات الأوقاف في قضايا تجديد الخطاب الديني من خلال التأليف والترجمة والنشر للعديد من الكتب والمؤلفات الهادفة للتغيير النوعي في بنية الخطاب الإسلامي وأولوياته واهتمت الأوقاف بالتطوير الإلكتروني الشامل فتم تطوير موقع الوزارة أوقاف أولاين وإطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصة الأوقاف العلمية وقناة منبر التجديد على وسائل السوشيال ميديا ومؤخرا إطلاق حملة للتوعية من ضفة المساجد والعناية ببيوت الله عز وجل في ظل جائحة كورونا وحققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها حيث بلغ إجمال إيراداتها وأرباحها الاستثمارية مبلغ مليار وستمائة وثمانين مليون جنيه وفي مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاء تم افتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى الدعاء وتزويد المستشفى بعدد واحد وثلاثين جهازا طبيا حديثا ومتطورا بتكلفة مالية بلغت أكثر من 13 مليون جنيه وأخيرا الإنجازات التي تحققت في قطاع الأوقاف أشارت وبوضوح عدم إخفال الجانب الروحاني في ظل أزمة اكتاحة العالم وذلك بحزب المتابعين مع اهتمام الدولة ببناء البشر قبل الحجر وليد هيكل التلفزيون المصري